الهيكل التنظيمي داخل الحركة هو عنده موقع في كاتب آخر اسمه محسن الخزندار ذكر أن الخلية تتكون من مجموعة من الحلقات وتتكون كل حلقة من خمسة إلى سبعة عضاء ولا تعتبر الحلقة ضمن الجهاز التنظيمي ولا يعتمر العضو حركيا إلا بعد الارتقاء إلى عضوية الخلية وعلى ذلك تكون الخلية هي الوحدة الأساسية في البناء الهرمي للتنظيم هذا الكلام دقيق هذا صحيح وإذا رجعنا حق كلام باروت اللي قبل شوي يذكره أنت كنت في طبعا أنت انتهيت من مرحلة الحلقة وبعدها رحت الخلية بعدها رابطة ورقيت وصرت بالرابطة وبعدها رهت الشعبة وبعدها قيادة تقليم قيادة تقليم يعني قيادي تعتبر يعني داش في تجارب كثيرة جدا لا يمكن إلا أن تخلق منك إنسان قيادي وإلا تقعد طول حياتك في الخلية أنا عرف ناس لغاية الآن ما أزلوا في الحلية وماتوا في الحلقة لأنهم ما ما عندهم ما عندهم على موضوع الكفاءة أصدقاء يعتبروا أصدقاء لكنهم يعني يشتغلون على أساس أنهم يعني عضو فعال على موضوع الكفاءة يذكر محمد جمال باروت في كتابة حركة القاومين العرب كان عضو الخلية وهو ما يعادل العضو العامل يقود الحلقات أو الأنصار سماهم الحلقات أو الأنصار كانت الحلقة نوعا من المصفات أي يعبر منها عدد من المنتسبين المؤقتين ويتم تنظيم من تثبت كفاءته منهم وافترض بمدة الاختبار أن تكون ستة أشهر إلا أنها قد تطول عمليا إلى ما هو أكثر من ذلك هذا سعي مصفات مصفات الحلقة هو يعني اختبار يعني ومعرفة لأنها هي حركة سرية فبالتالي خافوهم من التدخل أردت شوء طبعا هنا لازمنا نتكلم على أن أنت الخلية أو الحلقات كلها كويتين ما كان فيها حثان غير كويتين كلها كويتين